النهاردة نتكلم على ايه نتكلم على ايه نتكلم على ايه نتكلم على ايه اكيد هنتكلم على اليوم بتاع الفيديو اللي هو اجاب فرنمينت سوفت لاندينج ايه وازاي هيعمل فرق في فهية البناء او ده تبع حكومة البريطانية الفكرة كلها ان انت الحمد لله رب ان رزق مبلغ المال فقررت من الباب بتاعك بس لما تكتعيش فيه بتلاقي ان ميش هو ده اللي انت عايزه ان المبلغ بيكلف كتير وفيه هدر في الموارد في فجوة بين التوقعات اللي انت كنت عاملها والاداء بتاع الاصول او المبنى اللي انت استلمتها تكاليف السيانة كتيرة تكاليف التشغيل كتيرة فالحكومة بتاعت بريطانيا عايزة تغير دوت فعملت زي زي كثيب صغير اسمه جافر لمنت سوفت لاندينج تمام ده ده مهمته ايه وان الناس كلها بتواد مع بعض من اول مرحلة وتواد تشوف هنعمل ايه بحيس ان احنا اه نوفر التكلفة اسناء البنى واسناء التشغيل عايزين ندعم الاصول بتاعتنا خلال مراحل التصميم والبنى بحيس اه اه نوفر استهلاك الموارد نقلل استهلاك الموارد بدعم طبعا من البيم والبيم شغال معنا الحاجات دي طول فترة التشغيل المبنى وطول فترة البنى شغال معنا الموضوع دوت لازم عشان الموضوع ده نقدر نقول يؤتي سيمارو لازم اه تكون انت اه في اشرف من الحكومة ان الموضوع ما يكونش في اخر مرحلة او البحثة ان في اخر مرحلة بيبدأوا بقى يهتموا بالموضوع التكلفة او وهو يبدأوا فيها اثناء التشغيل وبيفاجئ ان التكلفة كبيرة في بدا يفكر اماذا اعمل ما الفندو مثلا الاشغال بتوع 10% فانعايز اوفر فيترجم شركة بعد كده لا احنا مفروض نبدأ من قبل ما نفكر نصمم اعمل و يدخل معنا الناس الذين ستسكن في المكان يعني سحب المشروع و المصممين و الناس الذين ستسكن في المكان يكون لها دور و يكون لها رأي و تعرف ماذا سيحدث و تخش في المنظومة كلها و هناك ورقة تتبعث للموردين و الناس الذين يشغلون معنا أو الناس الذين يعملون في التصميم في كل شيء سأسألهم بعض الأسئلة بحيث نتأكد ان هم معنا على الخط بحيث لو هناك أي مشكلة او حد موجود معنا الخط نبدأ ننبيه او نغير الشخص نفسه بحيث ان احنا في الاخر نوصل ان احنا نعمل مبنى ايه المفواد اللي هتيجي بقى لو احنا طبقناه اول حاجة المبنى يكون بيلبي احتاجات المستخدمين النهائي اللي هو اللي هيسكن فيه و بيقدي النتاجة تشغيل مطلوبة ان احنا نقدر نمكن المستخدم النهائي ان هو هيقول رأيه و يشارك معنا من المرحلة الاولى نقلل الاستيانة المستمرة والتكلفة النفقات الاسئول اصلا اغلبة في دورة حياة الاصل اكتر من حاجات البنى فنبدأ ننظمها يبقى في بيانات جاهزة للموضوع الكوبي اللي هو موضوع ادارة المبنى وتشغيله والسي اي اي اف ام يبقى فيه كواسات نقدر نرقبها ونعرف التكلفة قد ايه بالزبط تمام اهم اربع حاجات احنا بنركز عليها في الوظيفة والفعالية ده اول حاجة لازم نكون ممنو مصمم لتلبيط احتاجات الناس اللي هتسكن وفعال البيئة يبقى البيئة استخدام مياه اقل استخدام النفات اقل ثلاث حاجة ادارة المرافق يبقى فيه استراتيجية واضحة من حيث التكلفة لادارة عملية المبنى رابع حاجة التكليف والتدريب وبقى فيه تلبية الاحتاجات المستخدمين ده الـ government soft landing وهتلاقي الموقع اسفل الفيديو بحيث ان انت تقرأ وتنزل الوصائق وتبدأ تشغل عليها وشكرا لكم